بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي طلاب بيب 2 اهلا بكم في بارت 3 والبارت الاخير في درس اتموسفيريك لايرز كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التروبوسفير وخدنا المسائل بتاعتها وتمرنا عليها دلوقت ان شاء الله هنروح للطبقة اللي بعدها اللي هي نومبر 2 ستراتوسفير ستراتوسفير ليها اسم تاني بنقول عليها ومن اسمها بنعرف ان الستراتوسفير بتشمل على طبقة الاوزون طيب تعالوا نعرف معلومات اكتر فبنقول ان الستراتوسفير هي اللوكيشن بتاعها زي ما تكلمنا عن الطبقة اللي فاتت من حيث هنتكلم كمان عن كل الطبقات بنفس الطريقة فاللوكيشن ازا ساكند لاير وبنقول ات از كولد زا اوزونيك اتموسفيريك انفيلوب جيف ريزون بيكوز ات كونتينس ماست اف اوزون جاس يعني بتحتوي على معظم غاز الاوزون اللي الرمز بتاعه او ثري الثيكنس بتاعها اللي وحدها كده تيرتي سبن كيلو ميترز يعني الستراتوسفير سيرتي سبن طيب تعالوا بقى انه حط الستراتوسفير فوق التروبوسفير التروبوسفير كانت ثرتين حط فوق منهم سيرتي سبن يبقى بالتالي يبقى الارتفاع بتاعها اخرها عند ففتي كيلو ميتر يبقى هي اعلى من ثرتين كيلو ميتر ووصلة لغاية خمسين كيلو ميتر from tropopause to stratopause اخرها عند الستراتو بوز التمبريتشر بتاعتها ايه بقى هل يا ترى التمبريتشر هتقل بنفس النظام بتاع التروبوسفير لا هنا درجة الحرارة بتبدأ تزيد فعلشان نسهل على بعض الموضوع كده هو يبقى سهل عليك ان انت تحفظه بالنسبة للاتموسفيريك بريشر هو دايما بيقل لكن درجات الحرارة لها نظام مختلف ايه النظام المختلف علشان نحفظه بسهولة هنقول ان درجة الحرارة بتقل وبعد كده بتزيد وبعد كده بتقل قوي وبعد كده بتزيد قوي يعني ايه الكلام ده يعني في التروبوسفير درجة الحرارة بتقل في الاستراتوسفير درجة الحرارة هتزيد في الميزوسفير درجة الحرارة هتقل قوي في الثيرموسفير درجة الحرارة هتزيد قوي طيب تعالوا هنا نتكلم عن التمبريتشر بتاعت الاستراتوسفير بنقول تمبريتشر is constant at lower part هي بدأت بدرجة الحرارة اللي كانت منتهية عند التروبوفوز اللي هي من تبدأ بها ايه تبدأ درجة الحرارة ترتفع بدل ما كانت بالماينس تبدأ تعالى تعالى لغاية تما توصل للزيرو طيب هي ليه درجة الحرارة عالية بسبب ايه due to the absorption of ultraviolet rays لان طبقة الاستراتوسفير بتمتص اشاعة الاشاعة فوق البنفسجية اللي جاية من السن عن طريق باي اوزون لايرز in its upper part يبقى هي امتصت الالترافيروت rays الاشاعة الالترافيروت ديت بتكون اشاعة ضرة فهي بتمتصها فالاشاعة ديت بتبقى محملة بالحرارة فبتسخن الطبقة ديت فترفع درجة حرارتها بعد كده بالنسبة للpressure اتفقنا بيقل يبقى بالنسبة للpressure كان في التروبوسفير وسيل 100 ميلي بار at the top of troposphere لكن بالنسبة للستراتوسفير في الطب بتوصل 1 ميلي بار طيب as its top equal لو عايزينها بالبار بقى هنعمل الone day divided 1000 هتدينا 0.001 بار of the normal pressure طيب يبقى ما هو كان النورمال pressure one bar تقريبا اللي هو one thousand 13.25 ميلي بار فبالتالي هنا pressure عبارة عن one ميلي بار الimportance بتاعة الاستراتوسفير بنقول انها contain most of ozone gas which extends from 20 km to 40 km طبقة الاوزون بتبقى من على ارتفاع 20 km لغاية 40 km above the sea level وهنا ديت بنسميها ozonic atmospheric envelope طيب بالنسبة للair movement في الاير موفمت كان في التروبوسفير كان vertical رأسي هنا بقى horizontal افقي وده بيريح الطيارين ما بقاش في مطبط هوائية فيقدر يسوق الطيارات بأمان كبير فبنقول بايلوت prefer to fly their planes in stratosphere layer because its lower part doesn't contain clouds الجزء الصفلي منها ما فيهوش clouds or disturbances وما فيش اضطرابات في الطقس and air moves horizontal والهوى بيتحرك بطريقة افقية نروح للطبقة اللي بعد كده الميزوسفير معنى كلمة ميزوسفير يعني middle layer الطبقة المتوسطة يعني اللي هي موجودة في النص يعني انت لما تجي تبص كده اه ادي هنا اه التروبوسطراتو ميزو ثارمو اللي موجودة في النص ما بينهم كده هو هتبقى هي الايه الميزو طيب فييجي بقى يقول لي ايه نتكلم عنها اكتر فبنقول location هي الثرد layer الثاكنس بتاعها الوحدها سيرتي فايف كيلوميتر طب احنا كنا وقفنا على ارتفاع ففتي كيلوميتر عند الاستراتوسفير زود عليهم كمان سيرتي فايف يبقى العلو يعلى معانى ايتي فايف كيلوميتر يبقى from ستراتوبوز تو ميزوبوز طيب جميل قوي بعد كده قال بتاعتها الميزوسفير هي الطبقة الباردة جدا ليه يبقى درجة الحرارة كدها تنخفض قال لي because temperature decrease at high rates as we go up until reaches negative 90 سيلزيوس ديجري درجة الحرارة بتقيل لغاية تما توصل negative 90 سيلزيوس ديجري طيب نيجي بقى ليه الpressure الضغط بردو decreases as we go up until it becomes zero point zero one ميلي بار يبقى فالتروبو كان one hundred فال آآ ستراتو بقت one ميلي بار فالميزو بقت zero point zero one ميلي بار يبقى نعملها في شكل بسيط كده اهو قدامنا اهو يبقى التروبو كانت one hundred ميلي بار الاستراتو سفير one ميلي بار الميزو سفير zero point zero one ميلي بار الثيرموسفير مش مقرر عليك حفظ الرقم بتاعها طيب ده كده كان بالنسبة للايه للاتموسفيريك براشر طيب جميل بعد كده بالنسبة درجة الحرارة كانت درجة الحرارة بتقل لغاية اما توصل لكام لغاية اما توصل لزيرو طيب في الميزو قلنا لأ هتقل هتوصل لكام طيب بالمرة الثيرموسفير بتزيد قوي توصل لألف ومتين طيب بتحبي كوكبنا من الكتل الصخرية اللي موجودة في فبنقول ليه بقى هي بتحمينا طبقة الميزو سفير فبنقول لأن بعض الصخور دا بيحترق تماما لأن بيحصل احتكاك ما بين الأجسام الصخرية ديت وما بين جزيئات الهو اللي موجودة في طبقة الميزو سفير أثناء اندفاع الصخور بيحصل اندغاط للهو و بيرتفع درجة حرارة الهو جدا هنا ف بسبب الاندغاط دا فبالتالي يحصل قوي واحتراق للصخور دا أثناء مرور ايه الكلام دا بيحصل أثناء مرور اللي هي الصخور فبنقول فتعمل لنا بقى ايه شهب مضيئة الشهب المضيئة اللي هي بقى ايه احترقت تماما سخور احترقت تماما بنسميها لامونس ميتيور طيب بعد كده بنقول ان الميزوسفير layer is much vacuumed يعني هي بتكون مفرغة بمعنى ايه بمعنى ان كمية الهواء اللي فيها قليلة مش كتيرة وعشان كده بنوصفها بنقول ان هي highly rarified يعني مخلخلة ليه علشان فيها كمية هواء ليلة مقارنة بالطبقات اللي تحت فبنقول because it contains limited quantities of helium and hydrogen gases on it طيب و نبقى عارفين ان الhydrogen اخف كمان من الهيليوم ف الhydrogen اخف من الهيليوم وبيكون في لانه الدينستي بتاعته اقل من وطبعا الhydrogen بيبقى قابل للاشتعال لكن الهيليوم غاز خامل ما بيشتعلش الا بوجود نيران بجانبه بتؤدي الى انفجاره عند درجات حرارة عالية جدا طبعا طيب يجي بعد كده هنتكلم عن الثيرموسفير اللي هي اخر طبقة بنقول دي بقى اسمها الثيرمال لاير واللوكيشن بتاعها هي الفارت لاير of atmospheric envelope it is called ثيرمال لاير جيف ريزون ليه فهنقول هي الطبقة الاسخن من الاتموسفير envelope والثيكنس بتاعها لوحدها 590 طيب تعالوا بقى نزود احنا كنا وقفين عند 85 كيلومتر نزود عليهم 59 كيلومتر يبقى التوتل معانا كده 675 كيلومتر التمبرتشور اللي فيها التمبرتشور اللي فيها بنوصل في القمة بتاعتها 1200 سيلزيس ديجري at its top بالنسبة لل pressure decreases as we go up مش محدد لها رقم مقرر عليك فبعد كده بنقول نيجي بقى احنا خلاص كده دولة الاربع طبقات الاساسية بتاعنا في جزء ملتصق طب مستر احنا اتفقنا ان طول الاتموسفير عبارة عن 1000 كيلومتر احنا وصلنا لغاية 6 175 كيلومتر طب والباقي قال لي اول حاجة في طبقة صغيرة كده عبارة عن 25 كيلومتر ديت ملتصقة في الثيرموسفير وديت بنقول عليها ايونسفير فبنقول تم تسميتها ايونسفير لانها طب الالتشارجد ايونس دي جات منين بسبب الحرارة العالية عمل التفكك لجزيئات الهوى وخلته عبارة عن positive ايونس او نيجاتيب ايونس جميل بنقول ان الايونسفير layer extend up to 700 كيلومتر يبقى هي لوحدها كده عبارة عن 25 above c level بعد كده it is it is a layer that contains charged ions فيها ايونات مشحونة and it has an important role لها دور مهم in wireless communications and broadcasting ايه الانعكاس بالطريقة ديت وكمان البث الازاعي مشاهدة المباريات يبقى في مباراة في دولة تانية وانت بتشوفها عادي وانت موجود بعيد عنها فبنقول اهو جيف ريزون because it reflects the radio waves transmitted by radio stations and communication centers طيب العلماء لقوا ان طبقة الايون سفير surrounds by two magnetic belts محاطة ب احزمة مغناطيسية known as van allen belts اسم العالم اللي اكتشفها van allen فسمها van allen belt طيب which play rule الاحزمة المغناطيسية بتلعب دور in scattering of harmful charged cosmic radiations away from the earth يعني ايه يعني هي بتعمل على تفرقة وابعاد الاشياء الكونية الضرة عن الارض بمعنى ان في دلوقتي اهو van allen belts قدامك اهو فهو طبعا اهو في جزء اللي بعد الايون سفير في مجال مغناطيسي هنا المجال المغناطيسي دوت بيمنع كتير من اشعة الشمس انها توصل للارض فبالتالي بيحمل ارض من كمية كبيرة من الاشعة لو كانت وصلت للارض تضر طيب جميل فبعد كده بنقول وتفريق الاشعة اللي حصل دوت وتشتيت الاشعة اللي حصل دوت عمل حوالين الكرة الارضية اللي هي ظاهرة الشفق ايه ظاهرة الشفق ديت اللي هو تعمل ستائر كده ملونة شكلها جميل عند القطب الشمالي وعند القطب الجنوبي بسبب الايه الاشعة الكونية اللي ابتعدت اللي جاية من الشمس دي فيبقى انا دلوقتي معايا تعريفين مهمين تعريف الفان ألم بلس بنقول دا تعريف مهم جدا اهو التعريف التاني بنقول يعني هي ظاهرة بتظهر في صورة ستائر ملونة ولا مع ومضيئة سين فروم لابوس بول نور وان ساوث بول طيب اه طبعا هنحفظ التعريف دا كمان بعد كده اخر حاجة احنا كده وصلنا ل ساوث 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 طيب ناقص كده دول بقى طبقة تابعة في الآخر هنا بنقول عليها اكسوسفير الاكسوسفير لاير جاية من كلمة اجزت الخروج خلاص كده احنا خارجين من الغلاف الجوي ورايحين للسبيس فبنقول منطقة تداخل ما بين الغلاف الجوي والفضاء الخارجي في المنطقة دية اللي هي الاقمار الصناعية الاصطناعية بقى اللي بنستخدمها في البث بتاع القنوات والمحطات الازاعية وكده بيبقى فيها كاميرات بقى وتليسكوب علشان يحصل رصد بقى للظواهر الجوية وتنبؤات الطقس وكده فبتساعد في كده برضو وبتنقل لنا بقى الظروف الطقس والحالة الجوية والتفي بروجرمز وبكده بفضل الله تعالى نكون أتمين شرح الدرس بالكامل دعواتي ليكم جميعا اللهم أمين بالتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته